لو عندك فراخ وزنها ضعيف وعايزة تعلل وزن بتاعها وعايزة تكبريها من غير ما تتكلف كتير ايا كان نوع الفراخ دي اهم حاجة انها تكون فراخ للتسمين او حتى لو فراخ للبيت وامرها كده يعني عدى مثلا للعشر تيام او قرب على العشر تيام وعايزة تسميني الفراخ بتاعتي كده حسها ضعيفة ووزنها ضعيف تعالي نهاردة هنعمل اروع واحلى وصف التسمين ممكن تتخيلها في حياتك وارخص وصف التسمين للفراخ سواء كانت فراخ بيضاء سواء كانت فراخ بلدي سواء كانت فراخ تسمين كل انواع الفراخ بتحب الوصفة دي جدا 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 وما شاء الله بتجيب معهم نتيجة حلوة جدا بس لو الفراخ بتاعتك عندها شهر او اكتر فلازم قبل ما تعملي الوصفة دي لازم تكون بتدي علاج للددان كل 15 يوم لانه اكتر حاجة بتضعف جسم الطيور او الفراخ بالذات هي الددان ما تنفعش هددي قبل عمر شهر اول الفراخ ما تكمل عمر شهر هبدي شربة الددان كل 15 يوم وفضلت جيبها شربة الددان بشري وفيه برضو البيطاري فيه منها اللي هي بنزوات دي مش عحبها بنزوات ايه كده قوية جدا مش عحبها ب16 جنيه ولا ايه بس الكيس طبعا كبير ممكن يكفيك اربع مرات يعني ممكن يكفي شهرين اللي هي شربة الددان البيطاري في الغالب انا بجيبها بشري اما بندكس او بندزول او فرمزول اي نوع من انواع شربة الددان الطاردة للددان البشري وبجيبها قراص لانها بتريحني وبحس انها بتدي نتيجة قوية لكن لو فراخ صغيرة زي كده عمر 10 ايام ووزنها ضعيف معاكي ومن تش عارف اتكبريها بايه اولا اهم حاجة ان الفراخ ما يكونش عندها اسهال لو عندها اسهال يبقى لازم تعالجيه فورا 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 عايز علاجي الاسهال اكتبيليه في التعالجات وانا حطلك الرابط او لو عندها برد برضو لازم يتعالج مهم جدا لانه الفرخ اللي صدره مقفول ومش عارف يتنفس مش هيعرف يأكل مش هيعرف يأكل خالص ولا يشرب فهيبقى يا دوب يأكل بالعافية وبشرب بالعافية فوزنها يبقى ضعيف عشان كده بقولك دايما دايما تحافز على فراخك من طيارات الهوى من تقلبات الجو من تغيير الجو اهم حاجة تعرفي في البيت كده مكان للتحضين الفراخ يعني تحضن فيه الفراخ الكبيرة اللي عدد شهر وشهرين مفيش عليها خوفة قوي اما الفراخ الصغيرة طول ما هي لسه ما كملتش شهر فانت لازم تاخذ بالك منها جدا جدا وتحافز عليها من تقلبات الجو والتغيرات الجو بالنسبة للفراخ البلدي فلازم تكون عندها 3 شهور يعني تحافز عليها لمدة 3 شهور لأن الفراخ البلدي أمرها طويل شوية فبتحتاج عناية أكتر اللي هو ايه انك تحافز عليها من طيارات الهوى اما الفراخ البيضاء فالحد عمر 30 يوم فراخ التاسمين لحد مثلا عمر شهر زي الفراخ اللي قدامنا دي الفراخ اللي قدامنا دي ديوك فدي. ما شاء الله بتشيل اوزان حلوة. بتعدي الاتنين كيلو بازن الله على شهر ونص والاربعة كيلو ونص على ثلاث شهور. اسمها ديوك الفدي العملاقة او السيلفر. لو عايز اتعرف المكان انا جايبا من ه اكتبه لي في التعليقات انا حطيلك اسم البتاع ده رقم التليفون. انا جايب اهم الاليوبية. تمام? انتي حتى لو بعيدة عنك ممكن تسفر تتفق معاه. تروح تجيبها منه. مش يعني مش بس طبعا في محافظات بعيدة مش عارف يوصله. المهم. الوصل طاعة النهاردة سهلة جدا جدا وبسيطة جدا وانا عملتها مليون مرة. بس انا هقول لكم بقى ان النهاردة تسعة ايام هبدأ اعملها للفراخ بتاعتي او لديوك التسميم بتاعتي. هي اللي بياكلوها قدامكم دي. وعلى فكرة مفيش عليها علف خالص نهائي. ما حطيتش علف خالص. زي ما انتو شايفين. هما اول مرة ياكلوها. بس حبينها. عارفين بقى انا حطيت عليها ايه? حطيت عليها الوصفة اللي هما متعودين عليها. انا مش انا عملت لكم قبل كده الناس اللي متابعين الدورة دي بتاعت الديوك الفدي العملاقة ديا. انا عملت لهم وصفة عبارة عن ايه? كنا بنجيب حلة مية ونحط فيها معلقتين من الشعرية ومعلقتين من الرز ياخدوا غلوتين كده. ونطفع عليهم ونسيبهم لحد لما يبقى طاري كده ما يبقاش معجن. وبعد كده بخش باشطفوا بماية مرتين تلاتة. وبعد كده بلفوا بشوية دي دورة. صحي كده? انا النهار ده بقى عايزة اعمل الوصفة الارخص والاسهل والاوفر والاسرع. اللي هي وصفة التسمين. اللي انا بعمل بها لطيوري برضو كلها. علشان لما اعمل الطيور كلها بالمرة اعمل لدول ورايح دماغي. الفراخ ما شاء الله بتسعة ايام او عشرة ايام. فانا عايزة اه يعني اجيب من الاخر بقى. اه الوصفة عبارة عن ايه? اللي هما بيكلوها بقى. انا عملت حطيت عليها اللي انا قلتلك عليها دي اللي هي الشعرية والرز. دي بقى اصلا عبارة عن ايه? حلة فاضية. نحط فيها معلقتين زيت. بنحط فيها زي الكوباية كده من الرز او نص كوباية. ونحط عليها اتنين كيلو تلاتة كيلو حسب العدد الطيور اللي عندك. من الدشيشة الصفرة. او دشيشة بيضة. الدشيشة هي ايه? الدورة الاصفر المجروش ناعم. او الدورة الابيض المجروش ناعم. يعني الدورة يكون مجروش مش طحين. مجروش بس. وبقلبها على الزيت والرز. وقلبهم كويس. بعدين بغطيهم بالمية. ماشي? بغطيهم بالمية. لحد لما يشرب المية. ببدأ اهدي النار خالص واسيبها تستوي. بقى انا بسوش الشيشة والرز. تمام كده? بسويهم على بعد. لو عايزة تشوفيها عملي اكتبيلي في التعليقات وانا حطيلك رابط بتاع فراخ البيضة. انا مسورها عملي. بس عشان انا عارفة ان انتوش هشوفتوها كتير او معظم الناس اللي امتبعاني. لو انت بتشوفيني الاول مرة وعايزة تشوفيها عملي اكتبيلي في التعليقات. بعد ما بتستوي بسيبها بقى على نار هادي المدة ساعة. ما شاء الله حجمها بيتضاعف جدا وبتكتر وبتبقى حلوة جدا. وبقوم بقى ايه اه سيبها تبرد وقوم حطها منها ومقسماها على الطيول بتاعتي كلها. فانا حطيتها بقى للفراخ وحطيت عليها الخلطة التانية اللي هي رز وشعرية. حابة صغيرة كده بقى مش عامل كبير. عشان كده هما بيأكلوا في ده وفي ده علشان اخليهم يتعودوا على التانية الجديدة. لما تحطي اكل جديد للفراخ بتحط شوية من الفقل الاكل اللي هما بيحبوه متعودين عليه عشان ما هو بيأكل دي هيكل دي. فاهمني? مرة على مرة هيحب الاكل الجديد زي القديم بالزبط. لو الناس اللي بتقول انا عملت الوصفة مثلا والفراخ مش متعودين عليها. اولا لازم تكوني مجوعيهم قبل ما تحطيها. ثانيا تحطي عليها حاجة بيحبوها زي شوية تعالف. زي وصفة تانية كنت بتحب تعمليها وبيحبوها. آآ ثالثا هحطها النهار ده حبة صغيرة محطش كتير. وبعدين امنعها شوية يعني يوم او اتنين. وارجع حطها تاني برضو حبة صغيرة. وهكزا هتتفاجئ ان الفراخ بعد كده بيدوروا عليها هي. لان انت حطيها ومنعتيها. فبيعتبروها من الماضي وبيتعودوا عليها. فبيحبوها بعد كده. الوصفة دي طبعا مجربة بقالنا سنين على القناة وعلى كل القناة التانية برضو بنعملها لتسمين الطيور وتسمين الفراخ بالزات. حلوة جدا جدا جدا. آآ بعمل معاها حاجات تانية. يعني لما بعملها لما تشوفي تربية الفراخ عندي هلازم تشوفيها من اول يوم لاخر يوم علشان كل يوم بنعمل حاجة تكمل اليوم التاني. عشان في ناس كتيرة هتقولي طيب ما دوت بتعبار عن انشويات فقط. او مسلا دهون فقط. يعني حاجات دي هتخلي الفراخ بتاعتك فيها دهنة بس. لا طبعا احنا بنحط حاجات كتيرة جدا بروتين وبيتامين ووصفات حتى في الشرب بتكمل بعضها. يعني كله مع بعضه الدورة كلها بتكمل بعضها. بحيس في الاخر الفرخ بتاعك يبقى صحيته حلوة ووزنه حلو. وبقى لتكلفة. انت مش مكلفاه كتير زي ما انت هتأكلي على فرخ. اهم حاجة في الفرخ ان يديني الوزن اللي انا عايزاه في الوقت اللي انا عايزاه. يعني في العمر اللي هو الصح. يعني مثلا الفراخ دي المفروض متكمل شهرين يبقى وزنها اتنين كيلو اتنين كيلو شوي. دي فرخ يعني تسمين. ما شاء الله عليها حلوة جدا زي ما احنا شايفين كده. اتمنى منكم بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. شكرا والسلام عليكم ومراه متلو وبركاته.